وجه السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الحكومة بأعداد حزمة متكاملة من الحوافز والآفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وخلال اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمراني وجه رئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية عقد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير ووزير النقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاورة لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة من طرق ومحاورة وسكاك حديدية على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وعملية تطوير حلول متكاملة للنقل وتدور الحويات والبضائع عبر مصر ومشروع إنشاء خط السكك حديد بين العريش وطابة لإنشاء محور لوجستي جديد يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه الحكومة بأعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمي للتجارة وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية كما أضف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس طلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطي متر الأنفاق الأول بطول 44 كم والثاني بطول 22 كم بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي المهم ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية بما في ذلك مكاتف خدمة المواطنين التابعة لها إلى جانب تعزيز الميكانات والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة كذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على تطوير شامل للهيئة خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمت عمليات الصرف والتحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين أصولا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية تسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة